طيب احنا معنا تقرير دلوقتي لواحد حبيبك كنت كل ما تشوفه بقولك اه الوقت ده لو يفوق ايوه مين ده ده كابتل شريف عبد المنقى طيب شريف عاوز بقولك رسالة هتسمح ونرجع نعلق عليه مساء الخير كابتل مصطفى عبدو وحشني وبرنامج جميل جدا وبتمتعنا وبتمتعنا بديوفك الجمال اللي بتفكرنا بيهم اللي عايشين معنا دايما وابدا في ذهننا او عايشين معنا طبعا في ازهاننا جوه النادي كمان بس لما يبقى متحط رمضان حالة خاصة بالنسبة لي لان انا اول لاعب دخلت معاه معسكر منتخب ناشئين وكان معايا في قط اللبس بتحتي او غرفة الملابس كان هو متحط رمضان اول حد وكان كابتل علي في منتخب ناشئين يعني فكان هو قبل كده متمرس عني وبييجي وانا بدخلت عليهم فكان حظي متحط رمضان متحط رمضان خفة زل رهيبة لعيب قوي جدا بيتمتع بثقة كبيرة للعيبة اللي هي بيحبوا اللي تلعب معا كلها عنده روح جميلة جدا وانت تعلم زيارك كابتل مصطفى من العشرة الكبيرة اللي احنا كنا فيها لما حصل انه وصل النادي الاهلي وبقى موجود بيننا ما كانش فيه غربة راجل اندمك في وسطينة بسرعة وفي كل اللعيبة نحس انه من اول ما دخل انه بقى له بتاع عشر سنين او حاجة موجود في بين جردورن النادي الاهلي يعني راجل دخل يقط لبسه كنه عايش هنا بقى له فترة كبيرة اول مسحة رمضان من اللعيبة اللي طبقت اول باكليفت يطلع يبقى الباكليفت المهاجم يعني من باكليفت اللي هو يعني لازم تفتح له المسافة لو انت بتلعب قدامه كونجليفت زينا مثلا لازم تفتح له المسافة عشان نعمل الزيادة العددية اللي نتفاوك به على اي فريق كان لعيب سريع جدا قوي جدا عنده روح قتالية فضيعة دحك على بونجاك وعشان دحك شوية دحك على بونجاك لما كنا راحين دورة سبليت واقنع ميزر بونجاك في منطقة مصر انه هو يلعبه ستوفر يعني بدل مصطفى يونس وبدل ابراهيم يوسف يعني كانوا الاتنين دول صعب قوي انك انت يعني يلعب باكليفت يلعب باكريت يعمل اي حاجة هو انما انه يلعب في الحتة دي قدر يقنع الراجل مجري بورجيك اللي كان موجود منسك المنتخب وطلع لعب معنا هزيد دورة ولعب بتفوقها بس كانت فريدي غزافة قوي علينا شوية فمسحة رمضان مهما انا قلت فيه هتبقى يعني شازه اقولك الاخ دايما يسأل علي ونسأل على بعض واه اهو يعني انت قاعد مع نجم يا كابتن مصطفى انت كنت قارب الناس لي وخفت ظله وخفت دمه مش هجيبلك بقى الحاجات السفريات اللي احنا كنا فيها واللي بيعملوا مع خالق جدالة والتحديات والوقت اللي كنا بيهوينوا علينا بيضحة رمضان في كل بطولات افريقيا في السفريات يعني منور يا كابتن مدحط وكابتن مصطفى قالك الكابتن الشريف ده حبيب قلبي وفيه حاجة كابتن مصطفى وبقولها وبصراحة اذا كان فيه لعيب لعيب كان لو فيه احتراف زمان ويلعب برها في اوروبا الاول مهاجم اشوفه في الجيل بتاعنا كان بيطبق الناحية الدفاعية كابتن مصطفى لا لا كان لعيب كامل اه لعيب كامل جدا ولعيب وكان بيتعاملوا حساب لفنشاط الزمالك المصطفى الزمالك كانت لعيب بتقول لي احنا بنفضل احنا نفكر في المطر مليون مرة لما نعرف ان الشريف حيلعب شريف كان في الوينجليفت على اعلى مستوى كان خطير جدا لكن كمان كان بيهمد الباك اللي هو بيلعب عليه وبينزل معه ما ما كانش بيمسكه كورة لا 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 اللعيب لا 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 بقل لعيب دفاعيا مية مية هجوميا مية مية اللعيب اللي هو لو كان في احتراف خارجي كان هو يبقى رقم واحد متكامل تهم متكامل اه ولما حصل لما حصل الاصابة بتاعته وهمت حدثة العربية تمام ابتدى بعد سنة ابتدى يخش تاني في اله انا بس افقر في قصة اللي ه لما يفوق فابتدى يخش في الفورمة ويرجع في المشارك تدريجياً فعندنا كان عندنا عماد اليماني الله يرحمه كان الإداري بتاع الفرقة فيقعد جنبي في الأوتوبيس في كل مطش بقى هو لسه مش في الحالة بتاعت شريف فيقعد جنبي أكابت العماد يقول إيه أه لو يفوق أقوله مين اللي يفوق فيقول شريف فييجي المطش التاني اه لو يفوق فمره وهو كده وكابت الجوار والناس قاعدة كده جيت قلت له بقولك يا عماد ده هو لو شارب وسك المحيط كان زمنه فاق احنا بنا سنتين طول القصة اه لو يفوق لا لو شارب وسك المحيط كل كان زمنه فاق الانصابة منعته من الله وحرمتنا منه كمان